اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اكد ان حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو الولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهمية كبرى لاستمرار وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة وذلك من اجل تكريس اسس ومبادع المنظمة ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الاساسية في العمل وخلال كلمة مملكة البحرين التي القاها حميدان امام المؤتمر السابع عشر لوزراء العمل والتشغيل لدول اسيا والمحيط الهادئ الاعضاء في منظمة العمل الدولية اشار الوزير الى ان اطلاق حكومة مملكة البحرين لخطة التعافي الاقتصادي رفع معدلات توظيف المواطنين وخفض نسبة البطالة وحقق المزيد من الاستقرار والنمو لسوق العمل بعد نحو عام من اطلاقها وثم نحمدان الرعاية الكريمة للمؤتمر من قبل معالي السيدة حليم يعقوب رئيسة جمهورية سنغافور الصديقة معربا عن الدعم والتأييد لما جاء في خطابها من مضامين داعمة لاستقرار ونمو العلاقة بين اطراف الانتاج واشاد سعادة الوزير باختيار المدير العام لموضوع عدالة اجتماعية متجددة من اجل انتعاش متمحور حول الانسان ليكون بمثابة خطة استراتيجية لدعم التحول الهيكلي لاقتصاديات الدول وبما يسهم في نمو اسواق العمل وتحقيق الامن الوظيفي والحماية الاجتماعية واستعرض احمدان في كلمته جهود البحرين في تجاوز التداعيات التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة كورونا وما سجلته من قصص نجاح في هذا المسار مما اسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العملية او خسران الوظائف وتطرق الوزير احمدان في كلمته الى دور انظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة في التصدي لتداعيات الجائحة مشيرا الى دور النظام التأمين ضد التعطل المعمول به في البحرين منذ عام 2006 ومساهمته في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل